كان حصل كده لقاء ونقاش كده ما بيني وما بين الكابتن كان بيسألني على العيب كان بيسألني على أزياد طارق كان السنة اللي فاتت كان نادي الإسماعيل عايزه فلما كلموا الكابتن فكابتن كلمني على أساس يعني انت شايف إيه إحنا انطلعوا ولا الدنيا إيه بالظبط ففوصل الكلام هو قال لي على أحمد عبدالقادر قال لي بالظبط كده الحوار كده قال لي شوفت أحمد عبدالقادر عمل إزاي فأنا فأنا اتبسط يعني فبقول له يا كابتن ما أنا قلت لحضرتك يعني ده المفروض كان يبقى موجود قال لي بس هو لو ما كانش طلع وما كانش لعب ما كانش اكتسب الخبرات دي وما كانش تشاف فممكن ما كناش عارفنا نرجعه تاني يعني أو ما كانش يظهر بالشكل ده فهي طبعا وجهة نظر تحترم يعني يمكن أنا الحتة عندي حتة أن أنا قريب من اللعبة اللي هي الصغيرة دي وموجودين معايا تقريبا كل يوم فممكن يكون بتعامل شوية بعاطفهم يعني أنا عايزهم يبقوا موجودين ومش عايزهم يمشوا ومش عايزهم يطلعوا من النادي بس أنا شايف فعلا الفكرة اللي هي بتاعت الإعراض دي فكرة إيجابية جدا اللعبة استفادت منها والنادي استفادت